السلام عليكم شباب وكم مرتضة جليحاوي طبعا افضل شي انت من الصور حلقة من البداية للنهاية مدة 10 دقائق او كثر من 10 دقائق وتلقي سماعي ما مشتغل وانت بس شوف بس اشاراتك شوان كما جاء في التسريبات اعلن الشركة سامسونج عن جهاز جديد من الفئة المتوسطة من فئة الاي لكن بغير اسم بدل ما اي تسعين اجه باسم اي ثمانين هذا الجهاز الذي يعد مثاليا في التصميم الذي يعمل من خلال آلية منبثقة مزدوجة بمحرك وآلية تدوير مزدوج نابل تقوم بتوجيه الكاميرا الخلفية نحو الامام عندما تكون الحاجة لتقاط صور سلفي او اجراء محادثة فيديو مع ان هذا الهاتف يقدم صور وفيديوهات ذاتية ذات صورة عالية باعتبار يوجد كاميرا ثلاثية هي نفسها تكون في الكاميرات الامامية وفي الكاميرات الخلفية مع آلية الدوران بين الامام والخلف وهذه تقنية جدا ممتازة وجميلة بالنسبة لاجهزة المتوسطة يأتي هذا الهاتف بكاميرا ثلاثية العدسة الاولى بتكون بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 التي تكون من اجل المقاطع الفيديو اما الثانية تكون كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل اما العدسة الثالثة فتعمل على استشعار العمق يأتي هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.7 فول اجدي بلاس من نوع سوبر اموليد مع مستشعر البصمة الاصابع داخل الشاشة ويتميز هذا الجهاز باطار معدني مع زجاج منحني من جهتي الهاتف طبعا يأتي هذا الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا مع ذاكرة التخزين 128 وحسب الاخبار الاولية تقول انه غير قابل للتوسيع الذاكرة الخارجية يأتي بطارية 3700 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط نفس القدرة الموجودة في جهاز الجالكسل S10 5G يأتي هذا الهاتف مع نظام الاندرويد الباي مع واجهة السامسونج الونيو اي طبعا هذا الهاتف يتوفر بعدة نسخ منها الاسود والرمادي والزهري وسيكون موعد اطلاق هذا الهاتف بشكل رسمي للعالمية بيوم 29 مايو لكن السعر جدا مفاجئ راح يكون ب730 دولار واني متفاجئ من هذا السعر سعر 730 دولار جدا عالي وجدا غالي ولا واحد يفكر يشتري جهاز متوسط بسعر 730 دولار واتوقع راح يوصلنا بسعر ال 500 و 550 دولار طبعا بنهاية الفيديو اذا عجبكم الفيديو ضغط لايك اذا ما مشترك بالقناة تشترك بالقناة وياكم مرتضى جليحاوي وفي امان الله